السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة طالبات الشهادة الادادية الصف الثالث الادادي هنتبه ان شاء الله معكم حل محافظات المحافظة رقم اتنين محافظة القاهرة كنا بدأنا في محافظة ضمياط اكمل الابارات الاتية بما يناسب تدور الشمس وما حولها من كواكب حول مركز مجرة ضرب المحافظة التتبانة يسعد بيقولها التبانة التبانة او التبانة يحدث الانقسام الميتوزي في الخلايا الجسدية الجسدية للكائنات الحية تعتبر المسافة من الكميات الفيزيائية القياسية القياسية بينما القوة من الكميات الفيزيائية المتجهة رقم اربع وضع العالم نقط النظرية الحديثة لتفريق سير نشأة المجموعة الشمسية العالم فريد هول فريد هول ساعد بيقولوها الفريد هل ما المقصود بكل مما يأتي زاوية لناكاس احنا عارفين ان الزاوية بنعرفها من تانية ادادة بالعمود المقام بالعمود المقام والزاوية فبيقولي زاوية لناكاس زاوية لناكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام يبقى الوقت هنا زاوية لناكاس هي الزاوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود الايه المقام العجلة المنتظمة هي حركة جسم في خط مستقيم حينما يقطع سرعات متساوية في أزمنة متساوية كطب المرآة نقطة وهمية تتوسط المرآة نقطة وهمية تتوسط المرآة تحرك جسم في خط مستقيم بسرعة خمسة متر على الثانية حتى وصلت إلى عشرين متر على الثانية بعد مرور ثلاث ثواني يحسب العجلة طبعا احنا عندنا قانون العجلة جين بيتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على زين يبقى عشرين ناقص خمسة على الثلاثة يعني بتساوي خمستاشر على الثلاثة فيها الخمسة متر على الثانية تربية لازم يحضر القياس تكون مظبوطة عشان من قص درجات اختر الاجابة السؤال التاني اختر الاجابة الصحيحة تحدث ظاهرة العبور في نهاية الطور التمهيدي الاول عند وضع جسم طوله اربعة سنتي على بعد ثمانية سنتي من مرآة محدبة فان طول الصورة المتكونة طبعا احنا عارفين المرآة المحدبة والعدسات المكعرة دايما الصورة تقديرية معتدلة مصغرة مصغرة يعني الطول بتاعها تبقى اقل من ايه من اربعة نركز كده لان حتى هنا ما جاب ليش لبعد بقري ولا مركز تقور ولا يروح علاقة بهذا الكلام قاعدة عامة نركز فيها ان المرآة المحدبة دايما هي لها حلقة واحدة والصورة فيها بتطلع تقديرية معتدلة مصغرة مصغرة يعني اصغر من الجسم طب الجسم طوله اربعة سنت هو يعني معلش بالبخني على بعد ايه حتى كده يعني تكة كده على بعد ثمانية سنت عشان اسأل فين البعد البقري عشان اسأل فين مركز تقور طبعا ما فيش كلام من ده مرآة محدبة عيني على بقية السؤال مرآة محدبة يبقى صورة تقديرية معتدلة مصغرة انا حبي اتركز على دي لانها برضو ايه سؤال كويس رقم ثلاثة قدرة بعض الحيوانات على تعويض الاجزاء المفقودة منها تعرف بالتجدد بالتجدد المستقيم الواصل بين مركزي تقور وجهيل عدسة المحور الاصلي يعتقد العلماء ان الكون النشأ من فجار هائل لقرى غازية تناثرت مكوناتها في الفضاء وانه في حالة تمدد مستمر وضح بالرسم عليه البيانات صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع امام عدسة محدبة عندما يقع الجسم بين البقرة ومركز التقاوى طبعا عدسة محدبة نرسم الرسمة يقول لي عدسة محدبة يبقى برسم العدسة واتفقنا الناس اللي حضروا معنا شرح العدسات بنعمل اربع نقاط طالما عدسة محدبة ومن غير اي مفكر يعني اي حاجة كده عمود في المنتصف كده عشان المركز البصر احدده المسافة دي قطع دي بتسوي القطع دي بتسوي القطع دي بتسوي القطع دي هنا عندي هنا بيه هنا ميم هنا بيه هنا ايه ميم نبدأ نشوف بقى هو عاوز ايه في السؤال السؤال بيقول لي ايه وضع وضح بالرسم عليه البيانات صفات الصورة المتكونة لجسم موضوع امام عدسة محدبة تمام رسمنا العدسة المحدبة وبيانات عندما يقع الجسم بين البقرة ومركز التقور بين البقرة ومركز التقور ما جيش نحية مركز التقور هنا قاب بعيد على قد ما اقدر عشان الصورة تطلع مظبوطة معي دي حتة برضو ايه فنية في الرسم عندما يجي يقول لي ما بين به وميم او اقل من ميم واكبر من به ما جيش نحية ميم عشان رسمتي ما جيش نحية ميم او ام ام قال في الرسمة وام واقع في الغلط لازم ابعد طالما قال لي بين به وميم ابعد عن ميم بقدر الامكان ده الجسم او اكتب بياناتي عشان ناس اللي ما حضرتش معنا الشرح بتاع العدسات اول حاجة شعاع موازن محور الاصل اولا قبل ما رسم لازم يكون عارف الصورة تطلع فيه نقول القعدة بسرعة الجسم عند مركز التكور الصورة لازم تطلع عند مركز التكور ومسوية للجسم بعدنا الجسم بعيد عن مركز التكور الصورة بتدخل جوه وبتظهر طيب خرجنا الجسم او دخلنا الجسم نهية العدسة ايه اللي بحصل الصورة بتخرج برة وبتكبر يبقى انا بتوقع قبل ما رسم عشان اعرف انا ماشي ازاي واشوف رسمتي صح واللالط يبقى اول حاجة شعع موازي للمحور الاصلي ينكسر مارا بالبقراء الاصلي الاشعة الاسهم لازم اعملها صح الشعع التاني مار بالمركز البصري يسير على استقامته دون ان يعاني اي انقصار نبص كده الناتج اه نشوفوا كده صورة حقيقية مقلوبة صورة حقيقية مقلوبة مكبرة تقع ابعد من مركز التقوم صورة حقيقية يبقى فيه بيانات من اكتبها كده حقيقية دي رقم واحد توأمها في اللفظ مقلوبة لكن تقديرية بتبقى معتدلة يبقى هنا ايه مقلوبة نملة ثلاثة نملة ثلاثة سنك يا صورة انت قد ايه بتقول انا اكبر من الجسم مكبر اربعة مكانك فين يا صورة تقع ابعد من مركز التقوم ده حتة مهمة جدا وناخد بالنا من يبقى ده السؤال بقى في رقم اتنين بنبدأ بعد كده السؤال جيم علل تعتبر الازاحة من كميات الفيزيائية المتجاه لانه يلزم لمعرفتها لانه لانه يلزم لمعرفتها المقدار والاتجاه سؤال جميل لانه يمكن حساب البعض البقري لمرقاة مقعرة بمعرفة نصف قطرة لماذا؟ لانه نصف قطر ضعف البعض البقري او لان البعض البقري للمرقاة بيساوي نصف نصف القطر يبقى الاجابة بأي طريقة بقى لانه نق ضعف البعض البقري او لان البعض البقري بيساوي نصف بالرياضة نصف واحد على اثنين نصف القطر نيجي لسؤال الثالث قاعد كتابة العبارات القاتية بعد تصويب ما تحته خط طبعا هننقل العبارة ونشيل الكلمة اللي تحتها خط ونكتب العبارة الصحيح رقم واحد تتحرك السيارة بالسرعة نسبية عندما تقطع مسافات طبعا هنا ايه منتظمة منتظمة نكتبها بره كده عشان تبقى منتظمة يبقى دي غلط هنحط مكان ايه منتظم نمرة اتنين يتكون النظام الشمسي من تسعة دي طبعا غلط هتبقى ايه تمانين يتركب الكروميسوم من كروماتيدين متصلين معنا عند السيتوب لازم عند السنترو مير السنترو مير يفترض او تفترض نظرية السوديم للعالم لابلس ان اصل المجموعة الشمسية عبارة عن كرة غزية متوهجة كانت تدور حول الشمس طبعا غلط حول ايه نفسها حول نفسها عدد خلايا الناتجة عن انقسام الميوزي يعادل ربع عدد الخلايا الناتجة عن انقسام الميتوزي طبعا كلمة ربع غلط ضعف ضعف عدد الخلايا مش عدد الكروموسومات عشان ما نطلخبطش سؤال جميل واللي حطه فنان عدد الخلايا الناتجة مش عدد الكروموسومات عدد الخلايا الناتجة عن انقسام الميوزي بيطلع اربع خلايا بكل واحدة فيها نص المادة الوراسية يعادل ربع طبعا غلط ضعف عدد الخلايا الناتجة عن انقسام الميتوزي لان انقسام الميتوزي بيطلع خليتان بكل واحدة منها فيها المادة الوراسية كاملة رقم ستة الغازان الناتجان اللازان انتاج المجرات والنجوم والكون عبارة عن ملايين السنين هما الهليوم والايه والهيدروجين وليس النيتروجين والهيدروجين ماذا يحدث في الحالات الاتية غياب جسم المركزي عن خلية حيوانية لن تتكون خيوط المغزل وبالتالي لن يكتمل الانقسام الخلوي يبقى الاجابة انها لن يتكون طبعا هو المسؤول عن تكون ايه خيوط المغزل لن يتكون خيوط المغزل وبالتالي لا يحدث انقسام للخلية اللي احنا نسميه انقسام ايه خلوة نفهم الالفاظ كده ما نحفظش بس عمال على بطال سكوت شوعة ضوء مارا بالمركز البصري العدسة محدبة ينفز على استقامته دون ان يعاني اي انقسار ينفز على استقامته ما نكسرش ولا نعكس في صباق للسيارات تتحرق سيارتان في نفس الاتجاه وكانت سورة الاولى تمانين والتانية مية وعشرين حد دلات طبعا دي شبيهة بالموجودة في كتاب المدرسة عندنا كانت تمانين وتسعين بيقولك سورة السيارة الاولى بالنسبة لشخص يقف على الطريق طبعا سيارة السرعة بتمانين بالزبط اللي هو المراكب هيشوفها تمانين سورة السيارة السيارة السانية بالنسبة للراكب الموجود في السيارة الاولى بنحسبها ازاي بنقول مية وعشرين ناقص طالما الاثنين ماشين في اتجاه واحد بنترحهم لو في اتجاهين متضدين بنجمع الاثنين يبقى مية وعشرين ناقص ثمانين هتساوي اربعين كيلو متر في ايه في الساعة السؤال الرابع والاخير اكتب المفهوم العلمي المسافة المقطوعة خلال الزمن السرعة طبعا ما قالش مسافات كذا في كذا ما قلناه السرعة منتظمة يبقى كلمة عامة المسافة المقطوعة خلال وحدة زمن نركز في الايه التعارفات كويس اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنس تكوين الزيجود او اللاقحة عملية الاخصاب عملية الاخصاب الفضاء الذي يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية الكون الكون السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها جسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة السرعة المتوسطة قطع ضوئية سميكة عند طرفها ورقيقة عند منتصفها وتعمل على تفريق الاشعة الضوئية الساقطة عليها العدسة المقعرة العدسة المقعرة العدسة المقعرة رقم 6 التكاثر اللاجنسي او تكاثر اللاجنسي يحدث بعض النباتات بوسطة الاعضاء النباتية المختلفة دون الحاجة الى بزور التكاثر الخضري تكاثر الخضري اخر جزئية قارن في جدول بين قصر النظر وطول النظر من حيث كيفية تصحيح كل منهما ازاي عالج طبعا هنا باستخدام لازم اقول نظارة موضوع او العدسة بس ديات يعني ايه مفياش دقة مش هنقول غلط بس مفياش دقة يبقى قصر النظر في اللي اتنين هنقول نظارة طبية عمل مشتركة نظارة طبية كصر النظر هنستخدم ايه عدسة مقعرة عدسة مقعرة يبقى نظارة نظارة طبية بيها عدسة مقعرة اما طول النظر فهنقول نظارة طبية بها عدسة ايه محدبة عدسة محدبة طيب العجلة الموجبة والعجلة السالبة طبعا العجلة الموجبة هي العجلة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم حيث تتزايد لازم اقول الكلمة دي تتزايد السرعة بانتظام في مقادير او تتزايد بانتظام بمقادير متساوية في ازمين متساوي هنا يحدث تناقص تناقص السرعة حيث تتناقص السرعة بمقادير متساوية في ازمين ايه متساوي نقول دي تاني العجلة الموجبة هي العجلة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في ازمين ايه متساوية يبقى تتزايد سرعته لان ما بقسم سرعة لازمان بالدين العجل تتزايد سرعته بانتظام في ازمين متساوي هنا الحركة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم حيث تتناقص سرعته بانتظام خلاص بمقادير متساوية بمقادير متساوية في ازمين ايه متساوي في ازمين متساوي دي كان حل امتحان محافظة القاهرة نتمنى ان شاء الله ان نكون في تواصل مستمر ونعرف زميلنا عشان يوصل لنا كل جديد والى اللقاء في الحلقة القادمة وتنسوا الاشتراك معنا في قناتنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته